كان يجب على حازم إمام أن يتواجد في المؤتمر الصحفي من رددوا من المقربين من حازم إمام أنه مصاب بالكورونا أو مصاب بنزلة برد شديدة حتى لو ده صحيح دلوقتي حازم إمام غاب عن المؤتمر الرسمي أو الاجتماع الرسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة قبل الإعلان عن إصابته بكورونا وبالتالي ما حدش يجي يقول لي بقى النهاردة زي الأستاذ جمال علام اللي هنشوف تصرحاته كمان شوية إن الإعلام لازم يساند والناس كلها لازم تساند ومش عارف مين لازم يقف جنب حسام إبراهيم المساندة مش بالكلام المساندة بالأفعال والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحمل أيضا غياب حازم إمام عن المؤتمر الصحفي لتقديم حسام إبراهيم حسد ما تجوش يا جماعة أنتوا تطلبونا بالمساندة والوقوف جنب حسام إبراهيم والوقوف جنب المنتخب هي مش كلام بيتردد في الإعلام وبس ويبقى احنا كده عملنا اللي علينا ولا يعني كتابات بتنشر على الصفحات الرسمية أو الحسابات الشخصية للنجوم وللمسؤولين هي تصرفات وأفعال قبل ما تكون كتابات وتصرحات إعلامية وأول حاجة تتقال لا الإعلام لازم يساند الجمهور لازم يساند إذا كان أنت أصلا ما ساندتش وإنت مسؤول حسام إبراهيم حسد هتيجي بقى بعد ما نصعد كاس عالم وهو تصريح جريب جدا للأستاذ جمال علام هنشوفه برضو كمان شوية هتيجي بعد ما نصعد كاس عالم تيجي تقول لي أنا السبب ومجلس الإدارة إحنا صعدناك لكاس العالم الأستاذ جمال علامة أخواننا النهاردة بيطالب الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن إن هم يصعدوا كاس عالم اللي هو إحنا بنسبة 90% صعدين كاس عالم بالنظام الجديد للاتحاد الدولي للكرة القدم اللي وضعه بوجود 9 منتخبات أو 9.5 يعني 10 منتخبات من القرى الإفريقية يا سيدي 9 منتخبات مش هقولك 9.5 أو 9.4 أو 9.5 إلى 5 لكن هقولك إن 9 منتخبات هيصعدوا في المونديال من إفريقيا الصعود يا أستاذ جمال علام إلى مونديال كاس العالم 2026 ليس إنجازا الأغرب من كده وهتشوف تصرحات اللي أستاذ جمال علام كمان شوية إنه بيطالب حسام إبراهيم حسن إن يصعدوا إلى أمم إفريقيا وانت جايب حسام إبراهيم عشان يبقى أقصى طموحنا إن إحنا نصعد لبطولة أمم إفريقيا بدل ما تقول إن إحنا هننافس على بطولة أمم إفريقيا وما يجيش حسام إبراهيم بعد ما نصعد وهو ده ليس التارجت وليس طريقتهم ولا أهدافهم ولا الكلام ده كله شكرا للمشاهدة